نروح بقى للموضوع الثاني ومتعلق بتصنيف الاندية المشاركة في مونديال الاندية التي تصادف الولايات المتحدة الامريكية في الصيف العام المقبل النهاردة الاتحاد الدولي كان عام الاجتماع موسع مع 32 نادي ريال مدريد وباريستان جيرمان واتليتكو مدريد وبايرنم يونيخ والاهلي وسانداونز والتراجي والوداد والسان هنداي الكوري والعين الاماراتي والهلال السعودي 32 نادي هم نخبط الاندية على مستوى العالم لما تبصت كده على جلسة الزوم ميتينج تلاقي فيها الاهلي بجواره ريال مدريد بجواره البي اس جي بجواره بايرنم يونيخ فخمة حاجة فخمة جدا وحاجة كبيرة جدا بالنسبة لنادي مصري بيمثل دايما الاندية المصرية والعربية والافريقية النهاردة الترند هيزيح السطار عن تصنيف فيفا للاندية المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الامريكية ولكن قبل ما اتكلم على التصنيف والفيفا هيشتغل ازاي على التصنيف اللي بالمناسبة نمكن كل كلامنا ده النهاردة من خلال مصادر رسمية وكالعادة الحمد لله هي مصادر ثقة ومصادر يعني قريبة الصلة من صناعة القرار في الاتحاد الدولي النهاردة مدتنا ببعض التفاصيل المتعلقة بالتصنيف وقواعد الإقامة والإعاشة وكل الأمور المتعلقة الليجستية بسفر الاندية المشاركة في مونديال الاندية يمكن دقرة اعتقد هيتم الإعلان بشكل رسمي لكن هلنهاردة بنبدري بدري كده بنقرقكم شوية من المشهد ومن خلال مصادرنا اللي بنسق فيها بنقول لكم ايه اللي حصل النهاردة في الاجتماعات اولا كل الاندية اللي هتشارك في مونديال الاندية مش هتبقى موجودة في الولايات اللي بتصطدي في المباريات يعني مثلا مثلا يعني الاندية اللي مثلا هيلعب في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مش معنى كده الاندية اللي يلعب في ميامي انه هو هيكون مقيم في ميامي مش شرط لا قبل منتصف يناير الفيفا هيحدد بشكل نهائي كل نادي هيعسكر فين بمعنى ممكن تقعد في ولاية فلوريدا ولكن مبارياتك مثلا في نيويورك فبالتالي انت موجود في فلوريدا انا بدي مثال رغم انا عارف ممكن يكون المسافات ما بين الولايات في امريكا بالست ساعات تيران وبالعشر ساعات وبالتمن ساعات ولكن انا بدي مثال هتقعد كمعسكر في مكان وهتسافر على المدينة اللي هتلعب فيها المباريات ليلة المطش بحيث ليلة المباراة يبقى في مبيت في المدينة اللي فيها المباراة تلعب المباراة وترجع من تاني للمعسكر اللي انت مقيم فيه طوال فترة البطولة ده لكل الاندية بلا استثناء هيديك مساحة تختار مدن وولايات تقيم فيها ممكن انت شايفها كاقامة وكاقعاشة وكتدريب على اعلى مستوى وساعات تبقى فيه رحلات طيران ليلة المباريات هتلعب الجمعة تسافر يوم الخميس تتمرن هناك وتلعب الجمعة وترجع تاني بعد المباراة من خلال رحلة خاصة الفيفا بيوفرها عشان تقيم في المكان اللي هتعمل فيه معسكر طوال فترة البطولة اتأهلت للأدوار التالية هتغير معسكرات تبقى للمدن اللي هتكمل في البطولة حتى المباراة النهائية فكل التفاصيل دي بإذن الله النهاردة من خلال اجتماع خلاص على منتصف يناير هيتحدد كافة التفاصيل دي عشان تعرف انت هتبقى مقيم فين مش معنى انك في القرعة يوم الخميس هتعرف هتلعب فين ان ده المكان اللي هتبقى مقيم فيه مش شرط فلسه لغاية منتصف يناير كل واحد ما يعرف المعسكر بتاعه فين ملعب التدريب فين وهل المدينة اللي هتقعد فيها قريبة من ملعب المباراة برحلة طيران ساعتين تلاتة ده اللي هنشوفه فيه الفترة اللي جاية طيب نروح بقى لقواعد التصنيف هو الفيف عشان يحط قواعد للتصنيف فكر فيها ازاي بصوا جماعة قواعد التصنيف اتعملت ازاي عندك اتنين وثلاثين نادي هيتقسموا على اربع وعاء كل وعاء كل وعاء فيه 8 أندية 8 16 24 32 هيتوزعه ازاي الوعاء ألف هيبقى فيه اعلى 8 أندية على مستوى التصنيف الوعاء به هيكون فيه اعلى 8 أندية بعد التمن أندية الاولينية في التصنيف وهكذا لغاية لما توصل للتصنيف الرابع كل وعاء متعلق بالتصنيف وبالتالي هتسحب من كل وعاء 8 مرات عشان هيتوزعه على 8 مجموعات طيب الوعاء الاول الاعلى تصنيفا الفيفا حسمها ازاي حسمها بناء على اتنين حكتين اولا قيمة البطولة القرية كبطولة جويزها وقيمتها وامورها التسويقية ومنافستها وبالتالي انت عندك بطولة دوري ابطال اوروبا في المقام الاول هي الاعلى تصنيفا يأتي بعدها بطولة كوبا لبرتادورس الكونومنبول اتحاد امريكا الجنوبية في التصنيف التاني دول اعلى التصنيف بالنسبة للفيفا اسيا وافريقيا والمحيط الهادي اوكيانوسيا والكونكا كاف امريكا الشمالية تساوف التصنيف عشان يكونوا في التالت والرابع طيب هيوزع ازاي ما انت عندك 12 نادي على مستوى اوروبا وعندك 6 على مستوى الكونومنبول امريكا الجنوبية اللي هو كوبا لبرتادورس 12 و 6 18 وانت عشان توزع يبقى 8 و 8 16 يبقى لسه في نادي هنا يروحوا للتصنيف التالت هو عمل ايه هيعمل معيار تاني احنا خلاص حددنا ان المعايير الاولانية قوة البطولات يبقى بطولة اوروبا في المقام الاول امريكا الجنوبية في المقام التاني افريقيا واسيا والمحيط الهادي والكونكا كاف متساويين في التصنيف التالت والرابع فبالتالي خلاص عرفنا ان احنا هنبقى في التالت والرابع بس عشان نعرف احنا في التالت والرابع هيبقى ازاي او الاندي الاوروبية من اول ومن تاني هتبقى ازاي هيرجع لي تصنيفك القري داخل قرتك انت ترتيبك رقم كام بمعنى لما تروح مثلا لأنديت أوروبا من أول أربع أنداف التصنيف الأوروبي الستي والريال والبير وباريسان جيرمان دول أعلى تصنيف في أوروبا فدول هيتحطوا في الوعاية الأول أو في التصنيف الأول وبعد كده تكمل على التصنيف الثاني الاربع أو الستة لياليهم وبعد كده تكمل على التصنيف الثالث والرابع خلينا في أفريقيا لما تروح للوعية الأول هتحط الستي والريال والباير وباريس سان جرمان دول أربعة متصدرين التصنيف في أوروبا هيتحطوا في التصنيف الأول معهم من أمريكا الجنوبية من فلمينجو بالميراس وريفر بيليت وفلومينسي البرازيلي ثلاثة أنداء من البرازيلي وينادي من الأرجنتين ريفر بيليت دول أربعة من أجنوبية مع الأربعة أوروبا يدول التمانية للتصنيف الأول طيب التصنيف الثاني هتلاقي نفسك رايح لتشيلسي بروسيا دورتوموند انتر ميلان بورتو أتليتكو مادريد بن فيكا أدي ستة على مستوى أوروبا وهيكمل بيناديين من أمريكا الجنوبية بوكا جونيورز الأنجارتيني وبوتفوج البرازيلي لسه كزمان أتليتكو من يورو أول أمس في نهاية كوبا لبرتادوريس وبالتالي دولي التمانية اللي في التصنيف الثاني طيب التصنيف الثالث هتروح بقى الأندية أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وقيا نوسيا طيب الآهلي في التصنيف الثالث الآهلي في التصنيف الثالث ولكن في صدارة التصنيف الثالث ليه؟ لأن الآهلي على المستوى القري وده بقى المعيار التالي اللي بلوكم عليه انت في مستوى تصنيف قريتك ترتيبك رقم كام؟ رقم واحد فتتحطف في صدارة التصنيف الثالث معاك مين؟ معاك الودادي المغربي طب لما تروح للترجي وما مولد سانداونز ينزلوا للدرجة الأقل للتصنيف الرابعة ليه؟ لأنهم تصنيفهم الإفريقي جاي بعد الأهل والوداد وهو التصنيف الثالث أكيد مش الأهل والوداد والترجي وسانداونز لازم يكمل من باقي للأندية لنخد بالك أنت لسه عندك ناديين على الأهل من أوروبا لسه عندك كريدة بولا ساليسبورج النمساوي وعندك أندية تانية حتى على المستوى التصنيف الثالث الهلال السعودي وقلسان هنداي الكوري عندك فرق من أمريكا الشمالية فأنت محتاج تمنى أنداف التصنيف الثالث على رأسهم النادي الأهل لأن النادي الأهل رقم واحد في أفريقيا بالقياس مع الهلال السعودي لأن الهلال السعودي رقم واحد في قرية أسيا وبعد ذلك بتلاقي بقى التصنيف الرابع للأندية المتأخرة في التصنيف الرانجينج على المستوى القرية اللي هو الترجي ممورد سانداونز وممكن تلاقي عين الإماراتي وعراورد ديملز الياباني لكن الهلال السعودي وقلسان هنداي الكوري هم أعلى ناديين في التصنيف الأسياوي وبالتالي قد يتواجد في التصنيف الثالث مع الأهل والوداد وباقي فرق أمريكا الشمالية اللي بتأكيد هيكمله في التصنيف الرابع انتر ميامي الأمريكي هيكون في التصنيف الرابع هيكون في التصنيف الرابع يبقى وارد جدا النادي الأهلي وفي التصنيف الثالث في القرع اللي هتتعامل يوم الخميس ممكن يكون معها انتر ميامي في التصنيف الرابع مواجهة مع ميسي وسوارز وارد وارد في التصنيف الأول تلاقي الريل جالك من التصنيف الأول مع تشيلسي أو أتلتكو مدريد في التصنيف الثاني ممكن تلاقي مجموعة الأهلي مثلا الريل أتلتكو مدريد أو تشيلسي مثلا والأهلي وإنتر ميامي الأمريكي ده شكل ترتيب المجموعة إذن الفيفا النهاردة في جلسة ورشة العمل مع الـ 32 نادي وبحضور الاتحادات القرية اشتغل على جزئيتين قال لهم القواعد عاد تكون متعلقة بقوة البطولات رقم واحد ثانيا لما وزع الأندية في كل وعاء تبقى للتصنيف بتاعه على المستوى القري وبالتالي ترتيب الأهلي رقم واحد فبعد ما تخلص الوعاء الأول والوعاء الثاني للتصنيف الأول والتاني هيكون الأهلي دايما في صدرية التصنيف الثالث زيه زي الهلال السعودي والأندية المتبقية من أوروبا وباقي فرق أمريكا الشمالي إذن صدرية الأهلي في التصنيف الأفريقي وضعته في المرتبة الثالثة وقلنا لحضراتكم التصنيف الثالث هيجمع الأهلي والوداد والهلال السعودي وفي صعوبة كبيرة جدا تبقى للتوزيع الجغرافي إنك تلاقي الأهلي معه سانداونز أو تراجي الهلال صعب يكون مع العين الإماراتي أو أولسون هنداي الكوري وارد تلاقي وده سهل جدا طبعا تبقى للتوزيع الجغرافي وده بيحصل حتى في منتخبات كأس العالم إنك تلاقي فريق من أمريكا الجنوبية أو وداد لا ده مش هيحصل وبالتالي دي القواعد وده القرعة اللي هتشوفوها يوم الخميس اللي جاي ودي قواعد التصنيف اللي بشرح عدراتكم الناس كي رجب بتسأل الأهلي في التصنيف الأول أنا استحالة أطلع أقول معلومة إلا لما تأكد منها بشكل رسم كان عندي أمل إن نكون في التصنيف التاني كان عندي أمل عشان نبعد عن المباراة الصعبة الكبيرة أكتر ولكن تبقى للقواعد اللي حطها الفيفا تبقى لقوة وقيم البطولات قارة إفريقيا جات في التصنيف الثالث ولكن الأهلي في الصدارة لأنه تصنيفه الإفريقي بيعدي الوداد والترجي وسانداونز فبالتالي في صدارة التصنيف الثالث وفي أنداء إفريقية زي الترجي وسانداونز نزلوا للتصنيف الرابع دي قواعد والنهاردة التريند بيزيح السطار عن تصنيف الأندية المشاركة في كاس العالم لأول مرة كل ما تسمعوا لأول مرة وخلال ساعات هتشوفوه بشكل رسمي وفي القرعة بإذن الله صوت وصورة هتشوفوها يوم الخميس الساعة 8 بتوقيت القايرة